موسيقى أرحب بك من جديد صديق المشاهد في لقاء آخر مع قصة الكنيسة القصة الملهمة المشجعة لنا جميعا وفي هذه القصة نتوقف اليوم مع الرسول بولوس في أوروشاليم بعد اتمامه للرحلة التبشرية التالتة وصل الرسول بولوس إلى أوروشاليم ونص هذه الفترة في أصحاح 21 من سفر الأعمال آية 17 إلى أصحاح 23 آية 30 هذا عن الفترة التي قضاها الرسول بولوس في أوروشاليم في ذلك الوقت إذن تابعنا ما سجله البشير لوقة عن الرسول بولوس في رحلاته التبشرية التالتة وكل ما أصمرت عنهم الربح النفوس وتأسيس كنائس وتنظمها وإعداد تلاميذ وخدام يبدأ البشير لوقة الآن في رواية مرحلة أخرى في حياة وخدمة الرسول بولوس والحقيقة غلب على هذه الفترة الألم والمعاناة لأن فيها الرسول البشير لوقة وصف لنا خمس محاكمات مسل أمامها الرسول بولوس الأولى أمام جمع من اليهود بالقرب من الهيكل في أصحح 22 والتانية كانت أمام مجمع السنهدرين في أوروشاليم وده في 23 والآيات الأولى من 1 إلى 9 والمحاكمة الثالثة والربعة كانت في قيصرية أمام فيليكس وفاستوس ده في أصحح 24 وأصحح 25 والخمسة كانت أيضا في قيصرية أمام الملك أغريباس ده في أصحح 26 كل هذه المحاكمات يبدو أن لوقة البشير كان شاهد عيان وقريب من الأحداث علشان كده بيكتب لنا بالتفصيل وبيكتب لنا عن مواقف واضحة جدا جدا وبعد كده بنشوف صفر بولوس الأخير إلى روما بداية من أصحح 27 أول حاجة في هذه المرحلة لقاء الرسول بولوس مع يعقوب والشيوخ في أوروشاليم ده في أصحح 21 من سفر الأعمال من آية 17 إلى آية 26 يقول كده ولما وصلنا إلى أوروشاليم قبلنا الإخوة بفرح وفي الغدي دخل بولوس معنا إلى يعقوب وحضر جميع المشايخ فبعد ما سلم عليهم طفق يحدسهم شيئا فشيئا بكل ما فعله الله بين الأمم بواسطة خدمته فلما سمعوا كانوا يمجدون الرب وقالوا له أنت ترى أيها الأخ كم يوجد ربو من اليهود الذين آمنوا وهم جميعا غيرون للنموس وقد أخبروا عنك أنك تعلم جميع اليهود الذين بين الأمم الارتداد عن موسى قائلا أن لا يختنوا أولادهم ولا يسلكوا حسب العوائد فإذن ماذا يكون لا بد على كل حال أن يكتمع الجمهور لأنهم سيسمعون أنك قد جئت فافعل هذا الذي نقول لك ضي عقوب والمشايخ بيشيروا على الرسول بولوس بهذا عندنا أربعة رجال عليهم نزر خذ هؤلاء وتطاخر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم فيعلم الجميع أن ليس شيء مما أخبر عنك بل تسلك أنت أيضا حافظا للنموس وأما من جهة الذين آمنوا بين الأمم فأرسلنا نحن إليهم وحكمنا أن لا يحفظوا شيئا مثل ذلك سوى أن يحافظوا على أنفسهم مما ذبح للأصنام ومن الدم والمخنوق والزنا حينئذ أخذ بولوس الرجال في الغد وتطاخر معهم ودخل الهيكل مخبرا بكمال أيام التطهير إلى أن يقرب عن كل واحد منهم القربان الحقيقة في البداية زي مقرينا الكنيسة في أورشاليم رحبت بالرسول بولوس والذين معه مع أن الأوقع لم يذكر شيئا عن تسليم عطايا كنائس الأمم لكن من المؤكد أن هذه العطايا قابلتها الكنيسة بفرح ويمكن تذكر بولوس بداية خدمته لما التقى مع المعتبرين أعمدة في أورشاليم بطرس ويعقوب ويحنى ويمكن تذكر اليوم اللي أعطوه هو برنابة يمين الشركة وأوصوه أن يذكر الفقراء كلام ده كتب الرسول بولوس في غلاطية 2 وهو دلوقتي بيوفي بهذه الوصية هؤلاء الأعمدة وكذلك بقية الرسل غالبا لم يبقى منهم في أورشاليم إلا يعقوب أخو الرب وكون هو اللي بيرعى كنيسة أورشاليم ويقودها اجتمع ومعاه جميع شيوخ كنيسة أورشاليم ببولوس واللي قاتوا معاه من كنائس الأمم وكان مجتمع اليهود الذين آملوا وصل إلى عدة ألاف وبالتالي يكون الشيوخ القائمون على رعايتهم بالعشرات قدرهم البعض بسبعين شيخ لا شك هذا اللقاء بيمثل أهمية خاصة أهمية كبيرة جدا نقدر نقول أنه قائد كنيسة الأمم بولوس وجه الوجه مع قائد كنيسة اليهود يعقوب ولم يكن هذا اللقاء هو الأول بينهما اتقابلوا قبل كده على الأقل تلات مرات المرة الأولى في ظيارة الرسول بولوس الأولى الأورشاليم والمرة التانية بعد 14 سنة ومرة تلتة أثناء انعقاد المجمع المسيح الأول في أورشاليم وده اللي درسناه في أصاح 15 أهمية هذا اللقاء كمان أنه كل واحد من القادة الآتين مع الرسول بولوس بيعتبر سمر بيعبر عن خدمته إرساليته فبولوس جايب معاه المعاونين ومنهم لوقة وكذلك مؤمنين من كنائس الأمم ويعقوب بيحضر معه مشايخ كنيسة أورشاليم لكن الأمر الأكثر خطورة في اللقاء هو عدم التوافق العقائد الكامل بين الإثنين وهي دي ذات القضية اللي كان من أجلها مجمع أورشاليم بولوس يعلم أن الخلاص بالنعمة بالإيمان وبيعلم بهذا ويعقوب بينبر على ضرورة الأعمال علشان كده كان يمكن أن يكون اللقاء تصادمي لكن بولوس ويعقوب حتما سعياء معا لفكر الوحدة والسلام لبنيان كنيسة المسيح وده ظهر أولا عند يعقوب الشيوخ اللي معاه لما سمعوا من بولوس عن ما فعلوا الله بين الأمم بوسطة خدمته وشافوا المجموع اللي معاه اللي جاي من كنائس الأمم شهادة حية لصدق هذا الكلام إلى جانب قبولهم لعطايا كنائس الأمم لإحتياجات الفقراء في أورشاليم كانوا يمجدون الرب بدون اعتراض كما حدث بعد تجديد كرنليوس والكرازة لليونانيين في أنطاكيا وكذلك بعد الرحلة التبشرية الأولى كان عمل نعمة الله واضح بين الأمم وكان رد الفعل الطبيعي من قارة الكنيسة في أورشاليم هو الشكر والحمد للرب لكن موقف بولوس ورغبته في تمكين الشركة والبنيان بين الأمم واليهود ظهر واضح في قبوله الاقتراح يعقوب الشيوخ الحقيقة هذا الاقتراح يبدو غريب لا سيما بعد قرار مجمع أورشاليم قبل اقتراحهم كشف يعقوب المشايخ لبولوس أن في أعداد غفيرة من اليهود المسيحيين ودول غيرين للناموس سمعوا أن بولوس بيعلم جميع اليهود الذين بين الأمم الارتداد عن موسى قائلا أن لا يختنوا أولادهم ولا يسلكوا حسب العوائد والحقيقة دي تهمة غير صحيحة تهمة باطلة كان تعليمه دعية أحد وهو مختون فلا يصر أغلف دعية أحد في الغرلة فلا يختتن ليس الختان شيئا وليست الغرلة شيئا بل حفظ وصايا الله الدعوة التي دعية فيها كل واحد فليلبس فيها كورنس الأولى سبعة 18 إلى 20 وبالتالي واضح الرسول بولوس لم يمنع اليهود من ممارسة هذه العوائد لكنه كان بينابر أنها ليست ضرورية للخلاص كان بينابر بقوة على هذا وهو بيجابه تعليم التهوديين اللي كانوا بيعلموا الإخوة زي ما أرينا في أعمال 15 واحد إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا بولوس كان ضد هذا الفكر لكنه كان يحترم هذه العوائد ويقدس نموس موسى هو نفسه كان مختون بل وخاتن تموساوس ليتمكن من الخدمة وسط اليهود وشوفناه في كنخرية وقد حلق رأسه لأنه كان عليه نزر الغالبية العظمى من هؤلاء اليهود المسحيين يرفضون إذن بولوس وتعليمه مشكلة معضلة كبيرة فرأى يعقوب المشايخ إن هذه الغالبية لما هتشوف بولوس بيمارس واحدة من هذه العوائد اليهودية في الغالب هيقبلوه ويرحبوا به فكان فيه أربع رجال من اليهود اللي دخلوا المسيحية عليهم نزر في الغالب زي النذر اللي كان على بولوس فيه كان خيريا فاقترحوا على بولوس إنه يصطحب هؤلاء الأربعة ويتطهر معهم حسب شروط التطهير التقصي المعبول به وغالبا كانوا فقراء فكان عليه أن ينفق عليهم يعني يدفع تمن الذبائح والتقديمات المطلوبة لتطهرهم وفاء لهذا النذر ويمخس معهم سبعة أيام وفي اليوم السابع يحلقوا رؤوسهم وده يعني يظهر لهؤلاء اليهود المتعصبين إن بولوس لا يسلك ولا يعلم ضد النموس وأرادوا أن يؤكدوا أنه لا رجوع عن قرارات المجمع مجمع وريشالين فيما يخص الأمم علشان كده أعادوا وأعلنوا وأما من جهة الذين أمنوا من الأمم فإحنا أرسلنا إليهم قبل كده وحكمنا أن لا يحفظوا شيئا مثل ذلك سوى أن يحافظوا على أنفسهم مما ذبح للأصام ومن الدم والمخنوق والزنا بولوس في التضاع قبل هذا الاقتراح وربما هذه الحادثة اللي كتب عنها بعد كده كورونس الأولى تسعة وآية عشرين لما قال صرت لليهودي كيهودي لأربح اليهود وللذين تحت النموس كأني تحت النموس لأربح الذين تحت النموس ودخل مع الرجال الأربع الهيكل والتزم بكل إجراءات التطهير المعروفة فماذا حدث ماذا حدث بعد دخوله الهيكل ده اللي بنقرأ في الآيات سبعة وعشرين إلى تلاتين في أعمال واحد وعشرين لما قربت الأيام السبعة أن تتم رآه اليهود الذين من آسية في الهيكل فأهاجوا كل الجمع وألقوا عليه الآياد صرخين ألقوا الآياد على الرسول بوليس صارخين يا أيها الرجال الإسرائيليون أعينوا هذا هو الرجل الذي يعلم الجميع في كل مكان ضد للشعب والنموس وهذا الموضع حتى أدخل يونانيين أيضا إلى الهيكل ودنس هذا الموضع المقدس لأنهم كانوا قد رأوا معه في المدينة توريفيموس الأفاسوسي فكانوا يظنون أن بولوس أدخله إلى الهيكل فهاجت المدينة كلها وتراقد الشعب وأمسكوا بولوس وجروه خارج الهيكل وللوقت أغلقت الأبواب للأسف هذا ما حدث وقبض على بولوس في الهيكل نتيجة هذا الهياج الغير منطقي والغير معقول لماذا حدث هذا زي ما قلنا أن بولوس قبل باتضاع اقتراحي عقوب والمشايخ أنه يفعل هذا علشان يعني يقبلوا الإخوة اليهود اللي مزالوا عندهم شيء من التعصب لصالح نموس موسى وعوائد اليهود بولوس كان في الهيكل وفي آخر أسبوع التطير شفوه جماعة من اليهود اللي جايين من أسيا هم جايين من أسيا على أوريشاليم علشان يحتفلوا بعيد الخمسين ويمكن هؤلاء من نفس أفاسوس استطاعوا التعرف على توريفيموس الأفاسوسي واستطاعوا كمان تهييق جميع المتعبدين بالتهامين وجهوهم لبولوس الأول أن بولوس يعلم جميع الناس في كل مكان ضد النموس والهيكل وده واضح اتهام غير صحيح اتهام باطل فلم يفعل بولوس ذلك على الإطلاق وده نفس التهمة اللي وجهوه الاستفانوس بشهود زور أقاموا شهود كذا بيقولون هذا الرجل لا يفطر عن أن يتكلم كلاما تجديفا ضد هذا الموضع المقدس والنموس ومش جديد على اليهود يا حبائي اللي أساءوا فهم بولوس وستفانوس قبل كده أساءوا فهم يسوع اللي كان بيشرح ليهم أن فيه تحقق الناموس والأنبياء الاتهام التاني أن بولوس أدخل اليونانيين إلى الهيكل ونجسوا وده برضو غير صحيح المقصود بالهيكل هنا أي دور للهيكل غير دار الأمم واللي بيسمح فيها فقط بتواجد الأمم كانت هناك تعليمات مشددة وواضحة جدا تمنع دخول الأمم أي دار غير دار الأمم وتواجدت يفطة في وقت من الأوقات مكتوب عليها باللغتين اليونانية واللاتينية سنة واحد وسبعين وسنة خمسة وتمانين الف وتمنمية واحد وسبعين والف تسعمية خمسة وتلاتين كانت معلقة بين دار الأمم ودار النساء مكتوب عليها ممنوع على أي أجنبي أن يتجاوز هذا الجدار ومن يتجاوزه وقبض عليه بالداخل يقتل وللأسف أجاز القانون الروماني لليهود أن يقتل الأمم الذي يخالف هذا الإعلام برر لوقة هذا الاتهام إذ شاهدوا بولوس في المدينة ومعه تريفيموس فظنوا أنه هو أحضروا إلى الهيكل وده لم يحدث كان المشهد في ذهن الرسول بولوس غالبا لما كتب لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحد ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة لكن للأسف حدث الهياج وتراقد عدد كبير من اليهود الغيرين وأمسكوا بولوس بعنف وجرواه خارج الهيكل وهنا تدخد حراس الهيكل وأغلقوا الأبواب وأصبح بولوس في يد الرومان وتم الكلام اللي قالوه من تنبأوا عن هذا المشوار اللي راحه بولوس لأوريشالين تمت المعاناة وبدأت المعاناة والألام لبولوس وهو في أوريشالين وأصبح بولوس في يد الرومان وده اللي بنراه في أصح 21 من آية 31 إلى آية 36 هتوقف هنا عزيز المشاهد علشان نكمل هذه الرحلة مع بولوس وهو في يد الرومان في الأسبوع القادم بمشيئة الرب لكن مرة أخرى بيشدني هذا الشخص بولوس الرسول هو سمع ببداية هذه الألام لكن زي ما قلت من شوية في التضاع قبل اقتراح يعقوب المشايخ والذين لم يكونوا يدرون ما سيحدث والتهم الباطل اللي توجهت لبولوس في هذا المشهد لكنه احتمل كل هذا احتمل بصبر احتمل بفرح لأنه عنده رسالة والرسالة ليها أولوية حبائي لا نستغرب مرات كثيرة الصعاب التي تأتي أمام خدمة رسالة الإنجيل هذا وارد ومن أيام بولوس ومن قبل بولوس هذه التحديات موجودة لكن مؤكد سنرى انتصارا في النهاية لأن دي مقاصد الله وغرض الله أنه الإنجيل هو قوة الله للخلاص وستدخل الرب بطرق معجزية جدا لنجاة بولوس من هذه المشاهد الصعبة سنكمل حديثنا بمشيئة الرب في مثل هذا الوقت الاسبوع القادم والرب معكم اشتركوا في القناة